بينضمنا دلوقتي أحمد كمان مراسل قناة نادي الألي عشان يقولون تفاصيل أكتر عن تدريب النهاردة مساء الخير عليك مساء السعاد عليك الشيما ومساء السعاد على كل متابعة شاشة النادي الأهلي في كل مكان عايزين نتمن بقى منك على الفريق وعلى تدريب الفريق النهاردة وعلى استعداده طبعا لمباراة هرايك ونكر الغيني ومستبت اللي جاي إن شاء الله أشكرك بالتأكيد بدأ اليوم صباحا تسعة صباح اليوم في استاد بطر تيتشم وتمرين النادي الأهلي يمكن شارك عدد كبير من اللاعبين سواء خارج القائمة وداخل القائمة ولكن انفاجئنا في نهاية تدريب بكادمة لحرس النادي الأهلي وحرسة خباص الشيناوي شكرا أن أصار علاء كبير جدا من الجهاز الفني وجزلك الجهاز الطبي وخارج من المران لكن في نهاية التبريب تفقدنا الموضوع مع الدكتور خالد وأكد أن هي كدمة بسيطة يعني مش قدمة خوية تقدر تبعد عن الملاعب وفي اختبار بكرا إن شاء الله يكون اللي تأكد إن كنته بالمشاركة في المبارا ولا لا بضغط يعني تبعنا حالة السلية وكان عنده أشعه ورمي ربيعة الليل المهضم برضو على إصابته طبعا رمي ربيعة بدأ يدخل بشكل فني بس بسيط يا شيبا لكن السلية عنده لسه العضلة الضمة يتأكد من خلال الأشياء اللي أجرها اليوم مرامة محسن طبعا خارج المباراة وميدو جابر جاهز ناصر ماهر بالنسبة كبيرة حيكون جاهز سعد سامير الخلفية بالنسبة له هيكون معاه اختبار بكرا طبي اللي يكون هنا بشكل نهائي إن هو مشارك بلا لا يعني بكرا إن شاء الله لها يتحدد سعد سامير هيشارك بلا لا بالتأكيد أصل لسه على المباراة لسه فيه أيام على المباراة فيه إمكانية عند التدريب بكرا إن شاء الله ساعة كامسة على المباراة اخترتتش ثم بعد كده هيعقب التوجه إلى المعسكر المباراة في أحد الفنطق القريب إن نلعب أستاذ السلام وبالنسبة طبعا هيكون فيه يعني تمرينتين قبل المباراة بالتالي ممكن سعد يدخل ولكن أنا الحاجة الجميلة اللي برضو بتعضي وصلها لكي جيمة إن عجلة باللعيبي إن دلالي خرجوا من التدريب وراحوا لمحمد نجيبي يزوروه في المستشفى قريبة من دلالي وهو خرج النهاردة محمد نجيبي بعد أن أجرى العملية كان موجود سعد سامير آخر واحد كان معه وكان جنبه لمسك جميلة جدا من بعض اللاعبين لو تكلمنا فنيا عن التدريب كان فيه فقرة لرقلات الجزاء العدد كبير من اللاعبين وكذلك على الحراس كان تدريب إيجابي جدا فيه قوة وفيه يعني حاوز أقولك إن الحالة اللي بيوصلها باترف كاترون اللاعبين إن المباراة حورية هناك هي آخر المباراة في الدنيا عاوز يكسب عاوز كل نتائج توصل للهدف المطلوب كانت تأميرنا ممتعة جدا إستمتعنا كلنا حتى بشكل أداء التدريب فجئنا في نهاية التدريب مستر مان رجوزيه بحضوره لمؤذرة النادي الأهلي كان موجود مع كابتن يوسف وسلم على شريفين برامي وكان سعيد جدا إنه هو يعني متواجد مع اللاعبين وأكيد معلوي أنا أكيد مدرب بحجمه وكمته بتاريخه مع النادي الأهلي في تأويد زيدا أي دفع للعايبة بشكل كبير صحيح، طيب بالنسبة بقى للمعاسكر إن شاء الله إن شاء الله العيل بكرة عنده تدريب الساعة خمسة بعد كده هيدخل مؤذكر كما قلت لك في أحد الفرناني القريبة جدا بالسلام ثم يجري المرأة من الأخير إن شاء الله يوم الجمعة على ملعب الساعة السلام اللي هيتلاقي بقى للمباراة يعني بكرة إن شاء الله بعد تدريب الصبح هيكون الفريق يتوجه تدريب بكرة ساعة خمسة إن شاء الله تدريب بكرة ساعة خمسة ساعة خمسة تجمع ساعة أربعة نبني بساعة خمسة بعد كده بعد انتهي التدريب ستتوجه اللاعبين طبعا إلى مؤذكر المباراة يمكن مؤذكر المباراة بالنسبة للمنشاط الفريقية بقابلها بيوم عشان يتمرن على ملعب المباراة بحكس مباراة الدوري اللي اللي في احتكال كبير جداً أكيد والدوئيد بيبقى يعني قريب قوي من المباراة بعد كده شي ما يمكن قبل يوم الجمعة هيبقى في مؤتمر فني بين الفريقين ثم زي ما قلتلك المباراة هيبقى فيها سوريا هيبقى في تدريب بين الفرق وبعد كده ده المرة الأخيرة بعد كده يعقوب مؤتمر صعب لنادي الأهل اليوم عن نيوته بقى وأفكاره أكيد باتريس كاترون كلنا وكل المتابعين النادي الأهلي عندهم طموح كبير جداً مع هذا النجاح قلانيا صحيح شكراً لك أحمد كوان مراسل قناة النادي الأهلي شكراً جداً على المعلومات اللي قلتها لنا النهاردة